صحيح العرب متأثرين باليهود لهم كلها هما واحد حتى الآن عندما تجد اليهود وأورثونا التعصب ومبتلين بي التعصب الديني اليهودي هو نفسه عندي حلقة راح أطلح عن تاريخ التعصب واللي هو سادة التعصب هما اليهود وإحنا الآن مبتلين بي يعني هما بقوا أقلية إحنا لا صار التعصب على مستوى أمم وشعوب وديانة تبشيرية تبشر بالتعصب إحنا يقول لك ديانات تبشيرية وفخورين بهذا المسألة لا إحنا ديانات تبشر بالتعصب والتطرف والقدرة على الإرهاب وهذا يعني نصر نجاحها بالمناسبة إنسان هو إنسان عنيف أصلا ويحب العنف والأديان توفر له هذا الحجر دي دار وراية مصطفى يقول طريقة الدين لدينا مبنية على عقلية بدوي مو حضارة الدين ما لا علاقة بالحضارة الحضارة علاقة بالتفكير المادي العقلاني فيها عقلانية فيها ابتكار فيها فان لكن الدين ما يفكر بهذا الشيء بس أستاذ منصور محمد ذكي وعبقري طبعا هو ذكي وعبقري يعني كل الناس أذكيب بالمناسبة حتى الغبي هو أيضا ذكي وعبقري الغبي لأنه الغباء أيضا مفيد فهي إحنا نفتخر بالأشياء ومحمد ذكي وعبقري هذا ما نعرف يعني الذكاء أيضا أحيانا مضر والعبقري أيضا مضر فليست مسألة يعني نفتخر بها عندما واحد يفتكر لندك وعبقري ونبي حتى فكرة أنه هو واحد نبي يعني أوكي يعني نبي هل شيء عظيم أوكي هذا واحد إله يعني يعني هل هذا شيء عظيم هذه التصورات كلها أخطاء عندما تبحث أنه هناك إله ليه شكوا إله يعني شو المدائي ليه شكوا نبي وأوكي فيه جانب جيد وفيه جانب سيء بدليل أن الآلهة عبر التاريخ فيها جانب جيد وأنتجة الشئة جيدة والأنبياء أيضا قدموا مساهمتهم لكنه ليس كل ما قدموه هو صالح ونافع ومهم إنما أشياء على حساب أشياء الذكي هو اللي يخترع عندنا قنبلة نووية مثلا من الوقت كما عنده منه أكثر من عبقرية وبنهايمر أعتقد لكنه قدم قنبلة ذرية حتى الآن نحن يعني في أي لحظة ممكن تدمر كل الأرضية خمسين مرة بسبب هذا الذكي العبقرية الذي أنتج لنا القنبلة ذرية فبالتالي الذكاء والعبقرية ليست مقياس وليست معيار المعيار هو الإنسانية المعيار هو التحضر المعيار هو أن تكون قادر على أن تتقبل الأراءة المختلفة قادر على أن تشكل مجتمع بشري ناجح متفهم لبعضه البعض متفهم لاختلافاته لا يفرض أحدنا فكره على الآخرين بحجة أنه رسول الآلهة أو أنه يتحدث باسم الآلهة أو أنه قال النصر المقدس كذا هذه كلها كاذيب وخدع يجب أن نكون أرقى أخلاقاً وأكثر تقدماً وأكثر يعني عيب من العار الآن أن نتسول نصوص مقدسة لتبرير كل ما نفعله من العار عيب علينا جميعاً ومخزي علينا أن نتعكز على أنسانيتنا على أخلاقنا على رفعتنا الذاتية وهذا المأيار الوحيد التعكز على الآلهة باسمها نرتكب ما لا يمكن وصفه وبعد ذلك نعود لنقبل أطفالنا كما يفعل الدواعش مثلاً يفعل الأفائيل يقتل ويذبح بيده ويرجع بعد ذلك وهذا الأمر لا يخص المسلمين فقط للدواعش أو المسلمين المجاهدين بيام الفتوحات وغيرها لا يشمل حتى الأميركان الجيش الأمريكي الغزوات الاستمارية هاي ظهرها موجودة بحجة الدين أو بحجة عقيدة أو بحجة حضارة غربية بحجة ديمقراطية بأي حجة كانت هي كلها متهمة المعيار هو أن تكون إنسان ضد العنف بأي شكل من أشكاله ضد أي حجة كانت ضد أي ممارسة للعنف تحت أي ستار كانت ستارة العالية أو ستارة العالية أو حجة العالية هاي القضايا الأساسية محمد حسني هذه هي مشكلة عقل قطيع لا يعتبر أن الذي يتحاور معه لا عقل له شخصنا مقيته عند عقلية قطيع لأنها طريقتهم بالتفكير وهكذا يجري تلقين وتدجين بالأحراط تدجين الناس إله الأديان غير أخلاقي مفروض من قبل رجال الدين لمصلحتهم الشخصية الصديق شوان وطبعا إله الأديان هو غير أخلاقي لأنه بالعكس هو الأخلاق موجودة داخل الجماعة البشرية والدين موجود لاستغلال هذه الأخلاق أو للسيطرة عليها الدين عادة أو هو القطيع بتعريفي القطيع دائما يستثمر أي شيء عندما تكون هناك أخلاقي يكون هناك علم يكون هناك منجز بشري يستثمر لصالحة يعني مثلا عندما يتحدث رجل الدين يعني العلم طلع من عندنا للطب احنا أهل الطب احنا أهل الفلك احنا العلوم احنا أهل المؤجزات كل شي مالتنا وعندما يجد شيء لا يتوافق مع خطابه يقول لك هذا كافر وهذا زنديق وهذا هو القطاب الشعب فالجماعة البشرية التي تليت باتباعه وأن تصبح جزءا من قطيعه هذه يعني تنعق معه كما ينعق هو أو الشامان الذي يقود هذه الجماعة صديق 1962 إذا كان آدم هو أب البشر كما تقول الأديان فمن من البشر الآن يشبهون آدم هل هم سكان الشرق الأوسط أم من أفارق أم شرق آسيا أم سكان شمال أوروبا أمن كما تقول الأديان ما هي خرافات وأساطير هي فكرة بشرية لطيفة يعني أنه هناك آدم وحواءها ولا اجتمعوا هي فكرة يعني قصة بس هي البعض يصورناها حقيقية لا مثل قصة فرويد عندما يتحدث أنه هناك أب والأبناء قتلوه لأنه كان يستحوض على كل النساء والأبناء غاروا بعد ذلك الأبناء هي يعني صيغة نظرية لفكرة تقدم تصور أو تقدم تفسير لكيف تحدث الأشياء لكن لا علاقة بالحقيقة هذه فكرة الأساطير عموما يعني البشرية بالسابق هو لا يريد أن يقدم لك حقيقة إنما يقدم لك تصور معين لكيف تحدث الأشياء مثل وسائل التوضيحية الآن في المدار الثاني فهي وسيلة توضيحية البصيبة عندما يجي تدخل بالنص المقدس يقول لك لا هي حقيقة هناك آدم هناك حواء وهناك ملائكة وهناك جن وهناك عفاريت وهناك إله وهناك شيطان وأباليس يعني هذه المخلوقات يعني عبارة عن مجرد وسيلة توضيحية لفكرة معينة تشكل شيء داخل منظومة العقل البشري وعلى أساس الإنسان يفهم ما يجري ولهذا السبب نشوف القصص الثوراتية والتي أيضا أتت من الحوض الثقافي والأسطوري والذهني لجماعات البشرية في ذلك الزمان السومرية والبابلية والأكدية والآشورية والآمورية والكلعانية والمصرية وغيرها هذه كلها عجنها عجنها أحبار أو حاخامات اليهود وآخرجوا لنا أسفار التكوين وغيرها وأنتجت لنا بأنها بالحقيقة هي هذه القصص اللي طلعوها كانت من قوة والعمق والقدرة على أن تصف ما يحدث في ما يتعلق بالواقع البشرية بطريقة جيدة لكن مع الأسف الناس بقوا مع ذلك صدقوا الشكل السردي أو التفسيري لما يحدث وأعتبروا أن الأشخاص داخل هذه السرديات هم حقيقيون لكن لا وجود لهذا الشيء حتى الأنبياء مثل موسى وغيرها أيضا لا يعني ليس بالضرورة أن يكونوا موجودين أو غير موجودين إنما هم كانوا معادل موضوعي لفكرة ما أو لتصور ما اخترع جماعات بشرية سمت نفسها باليهود السابق من أعطى الله اسمه؟ من كان أول من سماه بهذا الاسم؟ هل هو من سمى نفسه هكذا؟ أم أن أحدا ما أعطاه هذا الاسم؟ طبعا كلمة الله هي موضوع هذا فقيلة كلش معقد يعني الله لا وجود لإسم الله قبل محمد موجود يعني إشارات بس إسم لا وليس الله بس كلمة الله يعني إسم الله دائما إسم خطير وخاص أي إسم أي إله حتى التلفظ ما لازم يكون بطريقة معينة بإسلوب معين أي دراسات الإنسرابولوجية دائما تؤكد على أن جميع الشعوب جميع الجماعات جميع الجماعات الدينية دائما إسم الإله يلفظ بطريقة معينة ويقال لا يمكن اللعب بهذه المسألة كلمة الله كإله لا وجود لها قبل الفترة النبوية يعني خمسين سنة قبل قبل البعثة النبوية يعني هناك إشارات إلى وجود إله الله كلمة الله بالتعجيب لكن هناك كلمة لا هي أقرب شيء إله وهي إيل لا الإيل هو الأعلى ولا تعقيدات في المسألة والله الأعلى أو المتفوق وهو إيل أصلها إله يعني الآراميين والآموريين قبلهم هذا الإله هو الذي الأعلى الإله السامي الأعلى الذي يشمل الجميع فكلمة يعني الله هي الصفية هو اسم يعني معقد الموضوع جدا لكن من أعطى الله اسمه هو تصور يعني لا أكثر من أول من سمه بهذا اسم هو محمد طبعا أو القرآن ما موجود الله غير موجود سابقا يعني سابق على محمد وبالمناسبة كل دين لازم إلى اسم خاص الإله يعني عندما تجي على اليهود يأتهم يهوى ولا يصح أن يقولوا اسم الله وحتى الله يعني عندما يقول الله هو أيضا نوع من أن لا تقول اسم الله يعني أنه الله يعني أيضا بها نوع من أنه ليس اسمه الله عندما تأتي أسماء الله الحسنة وحتى كلمة الله نفسها نوع من عدم التصريح بالاسم أن هناك شيء عظيم كبير لكن لا يجوز أن تطلق عليها اسمه أول ما سماه الله يعني الله الإسلامي هو القرآن لا وجود لأثر سابق عليه ومن سماه الله ليس الله هي أهدان مفارقة يقول هل هو من سماه نفسه هكذا أم أن أحدا ما أعطوه هذا سؤال خطير هذا يراد لي شرح كتاب كامل وجود الله من عدمه أمير أليب لا يقدم ولا يؤخش سيرورة تاريخ تمشي به أو بدونه لكن الإنسان هو بؤرة التوتر أو الأوتر يقصد ما أعرف التوتر يعني الله هو بدون وجود البشر لا وجود له يعني الله هو مشروط أو وجوده مشترط بوجود البشر الصديق سعد الشديدي مشكلة حسن المصري هو أعتقاده أن الدين لا يجبر أحدا على اقتناقه لذلك علينا عدم مناقشة الدين أو وجود الله أنا أقول له أن أحدا لا يجبرني على تناول الكحول مثلا ولكن من حقي مناقشة فوائده وأضراره طبعا فعلا هو اسم حسن المصري على ما انتبهت يعني هو هي نوع من التسويف صديقي سعد هو فعلا هو يعتقد بأنه الدين لا يجبر أحدا على التناقية لكن هو مشكلة المتدين أنه يفصل بين الواقع وبين الفكرة النظرية الفكرة النظرية يقول لكم دينكم وليا ديني ويسوى هذا الأفق النظري الكامل الأفق المثالي أو الفكري ويقفل عن الواقع الواقع يقول الدين إجباري لا تستطيع هو فعلا لا يوجد دين غير إجباري هذا الكلام صحيح لكنه ماذا يفعل عندما يتحدث معك لا يتحدث عن الواقع لأنه لا يهمه الواقع هو وهي ملاق النظرية الفكرة وعندما تتحدث أو يتحدث معك عن الفكرة يقول لا أخي أنا تتحدث على مستوى الواقع أرني أرني دينك ولا يقول الدين صحيح لكن الناس أشرار يعني هذا اللعبة أو الحبولة اللي أنا أعتبرها مغجلة ومخزية مخزية لأي شخص يمارسها وأنا أعتبرها يعني نوع من فيها شيء من النذالة مع احترامة للجميع فيها شيء من النذالة فيها شيء من الاستغفال شيء من الضحك على الذقون الضحك على مو الذقون حتى واحد يضحك على نفسه فهذه الحجة يقول لك لا الدين ما يجبر أحد على التناقل لكن عمليا عبر التاري يعني حروب الرداشنية وحتى الدين المسيحي مو بس الإسلام عندما يتحدق لا أنت ليش تبس نحكي على الإسلام هو دائما ينحرف دائما لا يريد أن يعني يناقص صلب الموضوع لا وهناها الفكرة يش يالبوس هذا أزعجه معي لأنني قلت أنه يا أخي أنا ما أدو مشكلة مع وجود الله أنا أدو مشكلة مع هذا الدين الذي يقدم أو يفرض وجود الله ويمارس كل الموبقات كل الشرور كل شيء بإسم هذا الله أو يعتبره خيرا يعني المصيبة فصديق يساعد كلامك دقيق فعلا هو الشخص هذا يعتقد بأنه الدين لا يجبر أحد على اعتناقه وبالتالي يفترض بأنه أنا لا لك ولا أي شخص له حق أن يناقش الدين وهذا ما يحصل عبر تاريخ وحتى هذه اللعبة لا أحد يتجرع على مناقش الدين لأنه يعرف النتيجة أنه الكل سيهب بوجهه وسيقمعونه ويضطهدونه ويختصبون حقه في النقاش هذه المسألة فيقول أنا أقول صديق سعد أنا أقول أن له لهذا يعني للمعاقب حسن المصري أقول حسن المصري أن أحدا لا يجبرني على تناول فحول مثلا لكن من حق مناقشة فوائده وأضراره وهذا كلام دقيق دقيق جدا بالأكس المسيح جاء في الجسد وجاء وعطش وأكل وشرب وتألم أيضا ومات ولكنه قام يعني أيضا صورة المسيح صورة إله فما علاقة البشر بالموضوع فإذا كان أنت تتمثل بالمسيح الذي جاء وضحى من أجلك ومن أجل خلاص فهو إله كما يقول إيمانويل كان فهو أنت لا تستطيع أنت إنسان لا تستطيع أن تتمثل بإله المسيح صحيح أو الجزء البشري لكن ما هذا هو كل مواصفات ومعصومة فبالتالي أيضا هناك أشكال كبيرة بالموضوع الحقيقة صديقي ضافر الحقيقة أنهم يدافعون عن وجودهم لا عن وجود إلههم هيها إلا أبا صديق أنت أصبت كبد الحقيقة بالحقيقة هم مدافعون عن وجودهم فقط يعني يعني يفرضون وجودهم على الجميع يقولك أنا موجود أنت مجرد أن تنكر أي شيء أقوله أنت خارج القطيع ويحق قتلك وبترك وحتى لو أتيت وضويت تحتي فأنت ستكون عبدا صاغرا وتستمع إلى كلامي وإلا دائما هذا سيف التكفير مشهر على رأسك وهذا هو الحاصل شعوب الذي أكمل الآن هي شعوب محتلة دينيا باسم هذا نفس المنطق وعندما تتحدث معه يتحدث معك بالسقف النظري مثل صديقنا حسن المصري يقولك لا الدين لا يجبر أحدا يتحدث بمسكنة وبلطوف وتحس يا الله يعني قد أنا ظالمهم هذولا الناس لكنهم الحقيقة هو حيزفون حرب شمطاء فبالتالي الله هو سلاح في هذه الخضية الله هو يعني سلاح الله هو يستخدم الدين يبتكر دين خاص به لكنه يضع له إله أو يخترع إله وبعد ذلك يخترع الدين وهذا الله يستعمله كسلاح وعدات لضرب الآخرين بصوته كما يشاء وعندما تحتج قل لك هل أنت تحتج على الله هل أنت تمكر وجود الله وعندما تقل يا بان أمن بله قل لك لا أنت هذا الإله الذي تؤمن به هذاك هذا الشيطان أنت يحبك شر يعني أنت من ما تيجي هو يفتر عليه فبالتالي هما يدافعون عن وجودهم لا عن وجود إله كما تقول صديقي فهو الله باختصار الله هو مجرد حجة شرعية للقتل واللعد باختصار إليون الرب العلي صح أكو كلمة إليون إلهين دي اليهود ممكن أسوأ حلقة عنها كلمة مهمة جدا هو أيضا لا يقولون الله يهو يقولون هاشم أدوناي كلمة اليهو لا يجوز أن يقولها اليهود وهاشم أيضا كلمة يعني تشي بالمعنى هاشم يعني يعني من التعريف اليهودي وإشم الإسم يعني هاشم بني هاشم فربما هناك علاقة بين الأمرين لا أعرف وأنا عندي دائما شك بأنه اليهود هما طائفة من العرب يعني العرب هما كل الشعوب التي تعيش في هذه المنطقة بين دجلة ونهر النيل شرقا وغربا وجبال زاقروس شرقا وشمالا تركيا و يعني اليمن هذه المنطقة هي منطقة العرب العرب الذين لا يعيشون في المدن ففكرة العرب ليسوا جنسا يعني لما مجموعة الناس الذين يعيشون في هذه المنطقة واليهود وهذا يعني الذين يسكنون في المدن هم اليهود لكن كلاهما عرب وكلاهما خارج ليسوا من الرومان وليسوا من الفرس هذه اليهود بعد ذلك أصبح التسمية وانفصلوا لكنهم بالحقيقة هم جزء من العرب أو الجماعة العربية إلى صحة التسمية يعني وأرجو أنتبهها إلى مفردة عرب اللي أتعامل به حتى محمد ليس بعربي بصراحة يعني عندما تبحث مو عربي أدي حلقة الآن الصديق أحمد سعد زايد طلعتها قناتها وقناتي أعتقد أيضا أنه الرسول ليس بعربي ولا وجود لا يدليل على أنه عربي حتى بالمصادر الإسلامية كلامك صحيح أستاذ منصول وجود الله في الأرض مرتبطا بالبشر الله حاجة بشرية يعني يعني وجوده حاجة بشري أول وتعالي يعني على ما يقول لو كرياس الشعر الروماني يقول لو كان الفيران إله لجعلوه ثورا كبيرا يعني بدار ددار استاذ منصول لا يجز شعب بلا دين المشكلة إحنا دين نقم إله يقمر النقد هو بالمناسبة كل دين كل دين هو قمر لا يوجد دين يوزع الورود هذا كاذيب جزء من البروباغاندا الدعاية لأيدي لا يوجد دين يوزع الورود الدين شرير يعني معنى كلمة الدين شرير وأي عقيدة هي عقيدة شريرة بطريقة أو بأخر يعني هذا يعني مو مسألة لا بد أن نعترف بالحقائق يعني الدين شرير وشيطان يعني ويستخدم كل الشياطين من أجل أن يحقق أراضة لأن القطيع لا بد أن يعيش ويستمر وهذا القطيع لا بد أن يدخل في صراعات مع الطبيعة مع كل شيء يعني لا يمكن للقطيع أن يقيم أوده ويسترزق أو يحصل على رزقه كلمة رزقه مهمة لأنه اعتبارها من الإله وإله القطيع يعني فالقطيع كلما يجتمع مع بعض ويجيد الاجتماع مع بعض ويديم لحمة التعاون فيما بينه وأيضا يطرد كل من هو لا ينسج مع قيم معادات القطيع ونظام الألاقات الذي يتكون لديه ومساء يعني قضايا الضبط الاجتماعي والديني والعقائدي فيما بينهم الذي لا يجيد هذا يطرد فبالتالي الدين هو هذا بالحقيقة مو لا يوجد الشعب بلا دين لا يمكن أن يوجد دين بلا شعب وكلمة ولو كلما الشعب هي كلمة حديثة يعني لا يوجد لها إلا بيام اليهود هم الوحيدين اللي أطلقوا على أنفسهم كلمة الشعب لكن أيضا معنى آخر مختلف لكنه كلمة شعب حديثة لكن لا يوجد دين لا توجد جماعة بدون وجود دين أنا عندي حلقة اسمها المجتمع ظاهرة دينية وليس الدين ظاهرة اجتماعية طبعا دوركايم يتحدد عن أنه الدين ظاهرة اجتماعية أنا أقول لا بالعكس الصحيح أنه المجتمع أو الجماعة بالأداء الجماعة هي ظاهرة دينية أنه لا يمكن أن توجد الجماعة بدون وجود دين أو نظام من الألاقات داخل هذه الجماعة يعني هلنفترض هنا عشرة أشخاص مسافرين في المكان معين أو وجدنا نفسنا وقعنا من الطيارة مثلا وفي غابة وحالفنا حظ ومامتنا يعني فهذه العشرة كل واحد من الجنسية كل واحد من المكان فأحنا لا نستطيع باعتبارنا من الجنس البشري إلا أن يعني نستمع معا فهذا الاجتماع بالضرور رح يسوي نظام من العلاقات لا يمكن أن نستمع معا بدون وجود نظام حتى لو نظام اعتباطي بدون اتفاق لا بد أن نصل إلى صيغة معينة لكي نكون معا وإن لم نستطع نكون معا رح نتحول إلى فريقين ونطر في صراعات لكن بالنتيجة نحن أيضا موجودين ضمن نظام معينة نظام صراعات داخلي وهذا نظام صراعات يفرز بعد ذلك سلطة معينة ويفرز دين ويتطور هذا الدين من دين طبيعي تلقائي فطري بداي إلى دين مؤسساتي يسيطر مثل ما هو الآن موجود فبالتالي الدين هو موجود في كل مكان ليس لأنه يعني مسألة نازلة من السماء لأ منه لأنه مفرد الدين ما فهمنا الصح إنها المعضلة الكبيرة مفرد الدين شوهت كثيرة من قبل الباحثين ومن قبل رجال الدين ومن قبل المؤمنين فمفرد الدين أصبحت توضع في كل مكان يعني بطريقة اعتباطية أنا أقدم التعريفات للدين وأرجو عن انتباه لهذا الموضوع لأنه يغير كل تصوراتنا عن الدين يغير كل شيء يعني يقدمنا صورة مختلفة تماما عن الصورة التي يتحدث عنها الجميع تقريبا المشكلة إحنا ديننا قمعي لا يقبل النقد طبعا الدين لماذا يقبل النقد من حق يعني وفقا للتاريخ الدين لا يقبل النقد لأنه يقول لك أننا نريد نسوي جماعة متماسكة لا يهمني الصح والغلاط لا يهمني الحق والباطل لا يهمني الوجود الله وعند موجودة أنا الله موجود معناته هو الرمز المعنوي لهذه الجمع أنت تجي تناقشني إحنا في حالة حرب مستمرة إحنا جماعة تأتي وتفكر وتدعي وجود عقل أي عقل أي بطيخ يعني فحالينا نكون واقعيين نفهم الأمور بهاي طريق فالدين قمعي يقول لك خسار أوكي يعني ما عنده مشكلة تقدم قرابين فنفسر نصف نصف المجتمع مثل حماس الآن نفس التفكير القطيئ القديم البداي يعني تفكيرهم بداي هم مو أغبياء يعني أو حمقاء فقط لا هكذا التفكيري بداي قلقك أنا تخليي طريق أربعين ألف ماتهم من غزة شي نفسnom وهو المهم говор my وندي أنه الفكرة فكرة القطيئ فكرة الجماعة الدينية هي الأساس الدين له الأولوية على الجماعة الدين له الأولوية على الفرد وهذا موجود أي عندما نقرأ أصول الدين يعني عدميات الدين الأساسية عدم تقرأ إلاك الأولوية للدين مقاصد الدين الأوليات الخمسة وإنما تقير على الشاطبي والموافقات وغيرها هذه موجودة يعني. الأديان صناعة بشرية. لكن هذا لا ينفيه وجود خالق عظيم. هي فكرة وجود خالق يعني هو أصل كلمة خالقية غير معقولة. يعني لأنه الإنسان كان يرى أنه الأشياء تصنع. الإنسان يصنع مثلا فأس أو يصنع رحة للطحين بأيام قديمة أو يصنع محارات. فهو يعتقد بأنه الإنسان أيضا صنعه بالطريقة نفسها. وهذه مسألة من أيام السومريين. وحتى قبل السومريين من أيام يعني وجده آثار للنياندرتال وغيره. ففكرة الخالق هي فكرة علاقة أيضا بالمقولات الأساسية داخل دماغ البشر. الإنسان يفكر بطريقة بطريقة سببية. يعني وهذا من الأدوات لفهم الواقع الخارجي وتحليلها واستجابة للمؤثرات الخارجية تتم عن طريق الأسباب والمسببات. فهو يعتقد بأنه لكل صانع البعرة تدل على البعيد. وهذه الخلطة يعني والأثر يدل على المسير وهي بالحقيقة لا تظهر أنها مسألة اقتران يعني. ما لها علاقة مش سبب ونتيجة بالضرورة. يعني تغرب وتشرق وتغرب. لكن هي بالحقيقة لا تسرق ولا تغرب. يعني لا. لكنها يومية بكرة يعني متأكدين مليون بالمليون أنه شمس ستشرق غدا. وستغرب أيضا. لكنها بالحقيقة هي مسألة ليست هكذا. عند إنسان عايش في مكان آخر في المريخ مثلا. عندما يرى لا وجود لا شرق ولا غروب. لكنها بالنسبة للحقيقة نهاية. وربما هذا العملية السبب والنتيجة هي مجرد اقتران لا أكثر ولا غير. ربما بعد مليون سنة لا يوجد شروق يعني الكرة الأرضية تخرج عن المدار المنظومة الشمسية ولا لا يعود هناك أي شروق ونروب. بل يمكن الكرة الأرضية تتهشى متنتهي يعني. صحيح العرب متأثرين باليهود. لهم كلها هما واحد يعني حتى الآن عندما تجد اليهود نفسه. هم أورثونا تعصب ومبتلين بي يعني التعصب الديني اليهودي هو نفسه. عند حلقة راح تطلح عن تاريخ التعصب. واللي هو سادة التعصب هما اليهود واحنا الآن مبتلين بي. يعني هما بقوا أقلية احنا. لا صار التعصب على مستوى أمم وشعوب وديانة تبشيرية تبشر بالتعصب. يعني احنا اقل لك ديانات تبشيرية وفخورين بهذا المسألة. لا احنا ديانات تبشر بالتعصب والتطرف والقدرة على الإرهاب. وهذا يعني نصر نجاحها بالمناسبة. يعني إنسان هو إنسان عنيف أصلا يعني. ويحب العنف. والأديان توفر له هذا الحاجة.